كما أكدت سعدة وزيرة شؤون الشباب زيادة الفرص التدريبية التي ستوفرها مدينة شباب 2030 في نسختها الثانية عشرة لتصل إلى 2740 فرصة تدريبية في مختلف المجالات نحن ركزنا أن نزيد عدد البرامج فهذه المرة عدد البرامج يفقون المئة برنامج للشباب والناشئة من خلال الخمس مراكز التي ذكرتها وفيها تنوع كبير وفيها مجالات كثيرة ما كانت موجودة قبل تفيد الشباب مثل الأمن السبراني أو حتى المهارات الحياتية مثلا فني الأتيكيت للصغار للفتيات وغيرها فحنا حاولنا نركز على كل اهتمامات الشباب في الوقت الحالي لأن الشاب كل شاب في البحرين لحريات الاختيار فيقدر يختار البرنامج اللي ناسبه وفي نفس الوقت ركزنا أن عدد الفرص التدريبية تكون أكثر فهذه المرة إن شاء الله بيكون عندنا أكثر من 2740 فرصة تدريبية للمشاركين وإن شاء الله يعني شبابنا يستهلون ويستهلون أكثر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر